الحمد لله ولي المتقين جعل تثبيت بالقول الثابت وعدا على نفسه للمؤمنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل القرآن رحمة وبشرى للمسلمين وأشهد أن محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المؤمنون وخذوا من دنياكم لآخرتكم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور عباد الله لقد تناولنا فيما مضى أن الإيمان بالله أعظم النعمة أنهام الله تعالى بها على عباده وهو أشرف ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة ومن مظاهر هذه الرفعة نيل المؤمن لبشارات عشر كالتالية البشارة الأولى عند قبض الروح وفراق الدنيا قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال أيضا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون البشارة الثانية تثبيت الله تعالى له بالقول الثابت فيكون آخر كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيب عن سؤال الملكين بثبات قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء البشارة الثالثة عندما يعرض له في القبر مقعده من النار فيرسمه عليه مكتوبا ثم يغلق فيفته له مقعده من الجنة كما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمى خفقا لعالهم فيأتيهم ملكان فيقولان له ما كنت تقول في هذا رجل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم قال أما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك في النار قد أبدالك الله به مقعدا في الجنة فيراهما جميعا رواه أحمد في المسعد في المسند وأن نبي هريرة رجل الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد للجنة إلا أوري مقعده من النار لو أسأل يزداد شكرا البشارة رابعة تبيض وجهه عند القيام من القبر إلى المحشر قال تعالى يوم تبيض وجهه وتسود وجهه فأما الذين سودت وجههم وكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون يوم تبيض?", أعلى قال إن هذا الزبع من أن نظر لكي يأني الإسلام في جنة الإسلام إذن هذا سألت وجهام من طعام المقادة ففي رحمة الله ففي رحمة الله وهو تبيض الشعب يومتزوجه عندما يتحان الأمر ففي رحمة الله وفي رحمة الله نحاس المضيق كله إلى المشكلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حتى أصبح لاحظوا الفيحة فالفايات تحت استطاع أن الحياة هل تحت استطاع أن الحياة التي تتحدث فيها؟ بعدين كثيرا من الحياة التي تتحدث فيها تحت تحقق بعضنا المساعدة تحت تحقق بعضنا المملكة التي تتحدث فيها ترجمة نانسي قنقر 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 قنقر نانسي 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 قنقر وعندما صالحنا الذي يستخدمه لا يسيره يا بشاعة فأي الله من الشرف وفي شارك سوف يقولون لأي عزيزة يجب أن يكون جديد يجب أن يكون جديد يجب أن يكون جديد كيف يشكلت عنه كيف يمكن أن يكون أهولا 皆さん يقولون لا يكون هذا يجب أن يكون يجب أن يكون ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر